تصدر واسم مستشفيات الموصل لترند موقع التواصل لاجتماعي تويتر في العراق في محاولة لتسليط الضوء على الواقع الصحي المتردي في المدينة والإهمال المتعمد من قبل مؤسسات الحكومة لا سيما وزارة الصحة ومحافظي نينوى وأسلطت الألاف من التغريدات الضوء على الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية الصحية في الموصل ودمار مستشفيات كبرى أساسية في المدينة كمجمع مدينة الطب الذي كان يحوي خمسة مستشفيات ومصرف الدم ودائرة الطب العدلية وقد أصبح مجموعة من الكارفانات تعد على أصابع اليد كما أكدوا أن غالبية العمليات الجراحية لا تجرى في الموصل لعدم وجود صالات عمليات متخصصة فضلا عن عدم وجود أجهزة كالمفراز والرنين المغناطسية وأجهزة غسيل الكلا